ينفع يتعلم النهاردة في فقرتنا ازاي بقى عنده كاريزما ولا مية كاريزما موروثة مية في المية اه يعني ملهوش حال ملهاش حال لأ ليه حلول ان هو يعوض غياب الكاريزما مش انه يكتسب كاريزما لكن يحاول يستزرف هتروح في ده بس انا مش عايزين ان احنا يعني نحط الكاريزما بس في خفة الدم خفة الدم احد مقييس الكاريزما الكاريزما خفة الدم حضور قبول قدر على التأثير عندي اربع حاجات لو واحد ما عندوش خفة دم وكيبقى برضو عنده كاريزما هي غالبا الكاريزما بتبقى واخدة الاربع غالبا وعيحك لما تدص يتلاقيهم الاربع بيأثروا في بعض يعني خفة الدم تزود القبول خفة الدم والقبول تزود القدر على التأثير وهكذا فهم عادة يا الاربع موجودين يا اما مفقدين هل ليه علاقة بالمظهر الخارجي المظهر يخليك حد مور بروفاشنال حد محترف على فكرة ممكن نلاقي شخص بسيط جد بس عنده كاريزما وممكن يبقى حد شكله مش حلوه بس عنده كاريزما وتحبه جدا وتنوت فيه شكله مش عندك بعض الممثلين معندهمش جمال وجه لكن عندهم قدرة وكاريزما وحتى كنا بدائما بنقول ايه الممثل الفلاني ده معنى كون ان هو مش جميل ومش طول بعرض ومش وسيم ونجح مش جان يعني مش ياخد دور الجان ده معنى كده ان هو كاريزماتيك يعني مثلا ما نيجي نشوف عادي الامام عادي ما قدرش اقول عليه انه ممثل وسيم جدا لكن هو عنده كاريزما قوي جدا فده يخليك تقولي لا الراجل ده نجح بالكاريزما بس ده نجح بخفة الدم ما هو خفة الدم جوزء من الكاريزما احنا بنقول ان الكاريزما دي اكشلي عبارة عن هيبة من ربنا بتخليكي تخترق الناس يعني حكي لما تدرس الكاريزما هل تؤثر في عقول الاخرين ولا تؤثر في مشاعر الاخرين تؤثر في مشاعر الاخرين عشان كده احنا بنخاف ان الكاريزما تيجي في ايدين حد زي قائد سياسي او ديني افاق ليه لانه هيستغل لها غلط يعني لو تفتكري مثلا تشارلز مانسون تشارلز مانسون ده كان زعيم الهيبز في امريكا كان بيخلي الناس تعمليه اي حاجة غلط يعملوها هم ليه كانوا مقتنعين بيه مبهورين بالشخصية بتاعته الشخصية بتاعته عملالهم نوع من الابهار وغسيل المخ لكن لما بتيجي بقى الكاريزما في ايه يعني مثلا هتلر مثال للكاريزما السلبية لكن تعالي مثلا كمال عبد الناصر انور السادات مثلا مارتن لوثر كينج جون كيندي كاريزما صارخة صارخة اوباما اوباما ابراهام لينكلين لكن تعالي مثلا بوش الابن رونالد ريجن هتلاقي كلهم شخصيات يعني هو ممكن يبقى شخصية مفكرة عنده فكر عنده سئة استراتيجية لكن ما عندوش القدرة على ان هو يؤثر في الناس دي حقيقة فعلا والشخصية اللي عندها الكاريزما دي هل بيبقى الكل اللي بيشهد لها بدا لان كطبيعة الحال ما فيش حد بيتفق عليه العالم كله حتى الناس الكوميديانات اللي دمهم خفيف واللي احنا بنحبوه ممكن حتى يقولك دمه خفيف شكر وممكن حتى يقولك يعني يعني لا يعني أنا رفت عادل امام كم في امام مصرين لا انت جايب لنا حد ما ما يختلفش عليه انا بكلمك على ناس دمه خفيف عادي موجودين يعني ممكن حتى تقوله انا بستخف دمه ممكن حتى تاني لو 50% و50% كده ده هتبع حاجة صعبة جدا دي ما بتحصلش هو طالما الشخص دمه خفيف هتلاقي الغالبية العظمى من الناس بتتحك على كلامه وقلة من الناس بتتحكش على كلامه طب في ناس ممكن تخف دمها ولا دي بقى بتبقى تظرف برضو خفة تتجم جزء للأسف هيتقال عليه بيعمل ايه استذرف وساعتها بتبقى حاجة قاتلة بالنسبة لأي شخص هتفقع منه افضل انا دمي مش خفيفي بخليني اتصرف بشكل عادي جدا يعني اول نصيحة بنقولها النهاردة شخص اللي دمه